شهدت مدينة تشانجهاي افتتاح المعرض الاستثنائي على قمة الهرم حضارة مصر القديمة الذي يجسد نقطة تحول تاريخية في تعزيز الروابط الثقافية بين الشرق والغرب ودوم المعرض أكثر من 788 قطع أثرية نادرة من مصر بالإضافة إلى مجموعة مميزة من قطع الأثرية الصينية قديمة في لحظة تاريخية تمثل نقطة تحول في تعميق الروابط الثقافية بين الشرق والغرب افتتح في مدينة شانجهاي قلب الحداثة الصينية معرض استثنائي يجمع بين الأناقة الفنية للحضارة المصرية القديمة وروعة الحضارة الصينية القديمة يحمل هذا المعرض اسم على قمة الهرم حضارة مصر القديمة وهو ليس مجرد مجموعة من القطع الأثرية بل هو محفل يجسد الطراف الإنسانية العظيمة والتأثير العميق الذي خلفته حضارة مصر في أرجاء العالم يعرض في متحف شنغهاي أكثر من 788 قطعة أثرية نادرة من مصر إلى جانب القطع الأثرية الصينية القديمة ليقدم المعرض للزوار وليمة فنية من الحضارتين القديمتين ومن اللافت للنظر أن أكثر من 95% من هذه القطع الأثرية تظهر لأول مرة في آسيا مما يطفي على المعرض طابعا فريدا وشهرة عالمية وتمثل هذه القطع المعروضة مجموعة متنوعة من التحف الفرعونية التي تعكس التقدم والإبداع الذي حققته الحضارة المصرية القديمة في الفنون والعمارة والعلوم بالإضافة إلى ذلك يبرز المعرض التعاون الوثيق بين الصين ومصر في مجال الآثار حيث يشرف علماء صينيون على المعرض بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار في مصر مما يسهم في تعزيز التبادل الثقافي والتفاهم المتبادل بين البلدين في الماضي تم استعرض معظم معرضنا من المتاحف الأوروبية والأمريكية لكن الأمر مختلف هذه المرة لأن هذا هو أكبر معرض سافر من مصر على الإطلاق ليأتي إلى هنا في الصين إن المعرض المصرية القديمة لديها فرص قليلة نسبياً للمجيء إلى آسيا بالإضافة إلى أنه يتم عرض القطع الأثرية المكتشفة من سقارة لأول مرة في جميع أنحاء العالم يتناول المعرض بشمولية تاريخ الحضارة المصرية منذ العصور القديمة حتى الفترات اللاحقة مما يساهم في إطراء المعرفة العالمية حول الأصول الثقافية والتاريخية لمصر وتأثيرها العميق على تطور الحضارات الإنسانية بشكل عام يعتبر معرض شنغهاي الجديد نقطة تحول في عرض الحضارات العالمية حيث يصلط الضوء على الأبعاد العميقة للتراث المصري القديم ودوره البارز في تشكيل مسارات التقدم الإنساني على مدى العصور